وحاوي يا وحاوي إيوحا ورمضان جانا وهل هلال وأهل الرمضان الكلمات دي وغيرها لما بتسمحها بتخليك في حالة من السعادة والبهجة مش ممكن تتخيلها شهر كريم شهر الغفران والعطق من النيران النهاردة مع حلقة جديدة هنلف ونشوف فيها ملامح استقبال شهر رمضان المعظم فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجي لجديد جولتنا ورحلتنا أول بأول ويلا بينا بسرعة نبدأ رحلتنا وجولتنا النهاردة احنا دلوقتي فتحت الربع الشارع اللي بيمتد من شارع بورس عيد ومدان باب الخلق وبيبدأ باسم احمد ماهر وبيكمل لغاية شارع سكة المحجر بأسماء كتيرة زي باب الوزير وضرب التبانة وغيرها من بداية بقى شهر رجب وشعبان المنطقة هنا بتتغير ملامحها تماما وتتميلي زي ما انتم شايفين بكل الحاجات المبهجة والمفرحة واللي احنا كلنا بنحبها سواء صغيرين ولا جبار حاجة جميلة جدا وسط الأزهار والحضارة والعراقة بتمشي وبتحس بنسيم شهر الرمضان الكريم بتتفرج على كل شيء جميل فوانيس وزينة من حواليك وماش ونور بيحوطك في كل حتة الشارع هنا بيكون وسط القاهرة التاريخية شارع من أهم شوارع مصر كلها شارع يمكن شارع تجاري طول السنة لكن قبل وفي رمضان بيكون شكل تاني زي ما انتم شايفين بيحوط في الشارع هنا شوارع صناعية وشوارع تجارية مهمة جدا وموجود فيه ورش كتير جدا واللي هي بتصنع الفوانيس ومنتجات رمضان كل سنة بداية من شهر شعبان الشارع بيتميلي بالناس اللي بتيجي تشتري الفوانيس ومنتجات رمضان واللي كل سنة بيخترعوا ويبتكروا حاجات تانية جديدة لكن بيبقى الفانوس الصاجي القديم ليه رونق وروح مختلفة وعدد كبير من الناس ما زالوا بيحبوه بشكل كبير وبيحبوا ان هم يشتروا سواء ليهم او لولادهم او حتى يزينوا بيه شوارعهم وبيوتهم الشارع هنا يمكن كان سوء للنحسين وصناعة الصفيح وكمان كان سوء لتجارة المكسرات ومخلفات الزبائح وسوء للقرم الخشبية لكنه بقى اكبر سوء لتجارة وصناعة الفوانيس من القرن 19 اتفرج واستمتع وتمشى واشتري وافرح وتبسط ومباهر وحس بجمال بلدك في تحت الربع وفي القاهرة القديمة هل انتقل من هنا لمكان تاني في القاهرة الجميلة جدا واللي هتكون رحلتنا النهاردة متنوعة من منطقة لمنطقة ونرجع للمناطق كلها من تحت الربع وبقينا دلوقتي في مسجد سيدنا الحسين في حي الحسين الرائع والمبهر واللي الحي كله متسمي على اسمه زي ما انتوا شايفين كده التطوير الكبير اللي حصل في مسجد سيدنا الحسين في الفترة الاخيرة اصبح جميل جدا ومبهر جدا وادعوكم كلكم انكم تزوروا المسجد وتزوروا حي الحسين وتتمشوا في ضروبه ازقته وحراطه زي ما انتوا شايفين الصحن الكبير جدا ده وطبعا اللي بيتميلي بعدد كبير من المصلين في شهر رمضان عشان يصلوا التراويح ويصلوا القيام زي ما انتوا شايفين المنطقة بقت جميلة جدا وفيها مجموعة زي ما انتوا شايفين الشماسي اللي مشهور بها المسجد النبوي في المدينة المنورة قادي شكل مسجد سيدنا الحسين وقادي شكل الصحن الكبير وقادي شكل الحمام الجميل اللي بيزين حوائط كده المسجد من الخارج وقادي الصور الجميل الجديد اللي اتعمل واللي اصبحت المنطقة فعلا بتتزين بشكل كبير وبتتجمل بمسجد سيدنا الحسين واللي اعتبر من المساجد المهمة جدا عند المصريين دخلنا كده المسجد بالفعل بنتفرق بقى على الناس اللي هي بتصلي والناس اللي بتستمتع بجمال المسجد يعني زي ما بقولكو حصل فيه تطوير في الفترة الأخيرة والمسجد دايما كانت بنى في عهد الفاطمين وزي ما بقولكو في شهر رمضان تيجي هنا وتصلي العشاء والترويح وتتماشى في حي الحسين بدروبه وحراته وأذقته الشعيرة وخاني الخليل وجماله المسجد زي ما بقولكو ليه مكانة خاصة عند المصريين بيقام هنا في الحي مولد سنوي والناس بتعتبر المسجد دا القبلة التانية في القاهرة بعد الأزهر المسجد يعتبر كمان من المزارات السياحية الدينية وبيقي ليه عدد كبير من السياح كل سنة طبعا المسجد في رمضان بيتزين بالأنوار وأنواع زينة مختلفة ويكون في حلقات للذكر وبتهلات وتوشيح واللي بتطفي نفحات روحانية رهيبة في القاهرة وبتخلي صلاتك فيها قدر كبير من الخشوع زي ما انتوا شايفين استمتعوا بجمال بلدكو واستمتعوا بمساجد بلدكو العريقة والتاريخية والأسرية اتفرجوا كده على جمال المسجد بعد التطوير وقادي الباب الحجرة النبوية واللي بيقال يعني ان المسجد فيه قطعة من قميس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقطعة من عصاه والمكحلة وشعرتين من لحيته وكمان فيه نسختين من المصاحف بالخط الكوفي واحد فيهم بخط يد الخليفة عثمان بن عفان واحد بخط الخليفة علي بن أبي طالب هلننتقل بقى من المسجد لحيل حسين ونتفرج عليه كده بشكل موسع أكتر احنا كده بقى ماشيين في شوارع الحسين وبنتفرج برضو على مظاهر الاستعداد للاحتفال بشهر رمضان المبارك المنطقة هنا بتبقى كاملة العدد في ليالي رمضان أهم طبعا اللي بيميزها مسجد سيدنا الحسين اللي لسه من زورنا من شوية صغيرين وهي سأقول لكم انه مفروض ما يعديش رمضان إلا وانت بتقضي ليلة جميلة في حي الحسين صلي العشاء والقيام في المسجد وتخرج بقى تتمشى وتستمتع بالأجواء هنا تبقى أجواء خيالية جميلة جدا خد مراتك وولادك وأسرتك كلها واستمتعوا بليلة من ليالي ألف ليلة وليلة في حي الحسين واللي هو من أحياء القهرة الأديمة ومليان بالأثار الإسلامية الأديمة هنا خان الخليدي والجامع الأظهر ومسجد الحسين هتلاقي إنشاء الديني وندوات وحلقات ذكر ومصنوعات ومشغولات يدوية كتير جدا احيو إحنا في الحسين بلدخل كده بقى على شارع دي جميل جدا اسمه شارع الصندقية متفرع من شارع الأظهر مليان بمنتجات شهر رمضان بالشخص الجميلة والفوانيس والأنوار الرائعة الحارة أو الشارع هنا من أهم الأسواق القديمة وسبب تسميتها بالاسم ده أنه كانت سوق لصناعة وبيع السنديق الخاصة بالعروسة وكمان هنا كمان في أشهر أسواق بيع البخور والتوابل والعطور وزي ما أنتوا شايفين قبل شهر رمضان معظم المحلات بتبيع منتجات شهر رمضان واللي مالية الشارع أشكال وألوان ومنتجات متعددة ومتنوعة ولازم هتلاقي اللي انت محتاجه هنا وسط التاريخ والحضارة والعراقة هتلاقي فصحة جميلة تشتري حاجاتك وتفرح ولادك واخواتك وعيلتك كفاية بس موقع الحارة هنا واللي بيتفرع منها أماكن كتيرة زي شارع الحمزاوي المشهور بمنتجات العطارة المهمة واللازمة برضو لشهر رمضان وحتلاقي فيه يميش رمضان بأسعار مختلفة وأقل بكتير من أماكن تانية هننتقل بقى من شارع الصندقية لمنطقة تانية بتحتفل بقدوم شهر رمضان رحنا كده على شارع عبد المجيد اللبان أو شارع مرسينا في حي سيدة زينب الرائع والعريق ونشوف محل فول وفلافل الجحش المشهور هنا والمنطقة هنا وقت الصحور في رمضان ما قولكش على الزحمة والروعة واللمة والصحبة الحلوة تعالا هنا وتصحر ودعي لي ومن حي سيدة زينب رحنا لشارع سوق السلاح وجنبنا حمام باشتك وزي ما انتوا شايفين بنلاقي مظاهر الاستعداد لاستقبال شهر رمضان واحد الشوارع المضغطية بالأماش الملون الجميل جدا كمان بتشوف الصرادقات اللي مليانة بزينة وفوانيس ومنتجات على كل شكل ولون واللي بتميز مصر وبتميز أحياءنا الشعبية ويتميز حرطنا وشوارعنا وأزقتنا اللي ملهاش مسيل في أي حتة تانية في العالم زي ما بقولك الشوارع دي عمرها آلاف السنين وهي دي مصر وهو ده الشعب المصري واللي حيفضل طول عمره شعب معطاء بيحتضن كل اللي بيزوره تفرجوا واستمتعوا واشتروا لولادك وبناتك شيء يسعدهم في شهر الخير والرحمة شهر رمضان المعظم هننتقل بعد شوية صغيرين من المنطقة اللي احنا فيها ومن شارع سوق السلاح ونروح لمنطقة تانية احنا كنا بقى في منطقة ومكان من أجمل الأماكن في مصر مكان ساحر بمعنى الكلمة مكان موجود في حي رائع وهو حي الحسين مكان أول ما حتروحه حيخطف قلبك مكان يمكن من أشهر الأماكن سواء للمصريين أو للأجانب احنا دلوقتي في خان الخليلي وما أدراك ما خان الخليلي زي ما انتوا شايفين السياح بيستمتعوا بوجودهم في خان الخليلي وحتستمتع جدا في رمضان في القهوي اللي موجودة زي مقهى نجيب محفوظ ومقهى تاني وهو مقهى الفشاوي اللي هنزوره كمان شوية صغيرين اتمشى كده في حي الحسين وقادي يعني بنتفرج على المقاهي اللي موجودة وقادي قهوة الفشاوي المشهورة جدا واللي أرغب أن هي موجودة في زقاء ديق كده في خان الخليلي لكنها بتجزب عدد كبير من المصريين والسياح أجواء مختلفة موجودة في القهوة دي كان شكل شرقي جميل جدا أبريق وكبيات جميلة حتستمتع جدا بقعدتك في القهوة تفرجوا على خان الخليلي زي ما بقولوكو لي جو ملوش مثيل في أي حتة في مصر واعتقد كمان المكان ده ملوش مثيل في العالم كله المكان موجود في حي الحسين زي ما بقولوكو قريب جدا من مسجد الحسين تعال الحسين وتمشى في خان الخليلي في رمضان واستمتع وانبهر بتاريخ مصر حتشوف قد إيه سياح وزوار مصري بيستمتعوا بزيارتهم وقديهما فرحانين بشوارع وأزقة وضروب مصر خان الخليلي ده من أقدم أسواء القاهرة واسم الخليلي جاي من السلطان جهاركس الخليلي واللي كان من سلاطين الممليك لكن معظم محلات الخان بيكون فيها مستلزمات رمضان وفيها احتفالات وصهرات جميلة جدا وطبعا فيها عدد كبير جدا من التذكرات اللي بيشتروها السياح وبتفكرهم بجمال مصر وبعراقة مصر وبمصر الفرعونية الجميلة جدا واللي لها تاريخ قديم جدا من أقدم التواريخ في العالم زي ما انتم شايفين المكان جميل جدا تفرق كده على زي ما بقول حواري الديقة وحتى استمتع بيها وقادي بعض الأماكن برضو اللي بدأت تتزين كده المطاعم اللي بدأت تتزين بزينة رمضان ممكن برضو تتصحر أو تفطر فيها في منطقة خان الخليلي وده مول خان الخليلي زي ما بقول لكم استمتع بالمنطقة هنا واستمتع بعراقة وجمال ومبهر بمصر ومن خان الخليلي روحنا كده الجو وسحر شارع المعز في رمضان مكان اللي أنا فعلا بعتبره مكان خيالي في مصر وانت ماشي فيه حترجع ألف سنة وراء في واحد من أكبر المتاحف الإسلامية المفتوحة في العالم احنا النهاردة زي ما انتم شايفين في شارع البنهاوي وقدامنا البوابة اللي حندخل منها وحنزور مسجد الحاكم بأمر الله المسجد اللي قدامكو دلوقتي الرائع والمبهر واللي ادانها سنة 380 هجرية صلاة الترويح هنا وفي جو وسحر شارع المعز حيكون ليها روحانيات خاصة ممكن تقرأ القرآن في أروقة المسجد التاريخي اللي حنتفرج عليه من جوة دلوقتي حالا يعني حاجة جميلة جدا ومسجد من المساجد الجميلة جدا في مصر بصفة عامة ومن أعرق المساجد ادي بوابة مسجد الحاكم بأمر الله اللي موجود في بداية شارع المعز وانت داخل كده من عند شارع البنهاوي هندخل المسجد الحاكم بأمر الله وزي ما انتم شايفين صحا المسجد متسع بشكل كبير رائع جدا ونظيف جدا ويعتبر المسجد ده رابع أقدم المساجد الجامعة الباقية في مصر وأكبر مسجد في القاهرة بعد جامع أحمد من طلون طبعا احنا أصلا في حي الجمالية وكان لم المسجد ده لما تبنى كان برأ أصوار القاهرة القديمة واللي بناها جور السقلي لكن بقى بدر الجمالي وسع المدينة وبنى الأصوار الحالية وبقى المسجد داخل أو موجود داخل أصوار القاهرة زي ما انتم شايفين كده دي المنطقة اللي كان الناس بيتوضوا فيها وتفرجوا كده على صحن المسجد ويحسوا كده زي الصحن ده لما يكون مليان بالناس اللي بتصلي التراويح وبتصلي صلاة القيام في رمضان بشكل كبير وقات المسجد من الداخل عارفين طبعا شكل المساجد القديمة كان لها شكل مختلف وطبعا ارتفاع أسقف المساجد والمنابر اللي موجودة وعدد كبير جدا من الجاليات الأسيوية بتحرص ان هي تزور المساجد الإسلامية والأسرية حتى عدد كبير جت كمان من السياح الأجانب يحرصوا ان هم يتفرجوا على التاريخ الإسلام المبهر واللي بيميز مدينة القاهرة طبعا مدينة القاهرة من المدن اللي فيها عدد كبير جدا من الأسار الإسلامية يعني عايز أقول لكم تعالى هنا واستمتع بجمال وعراقة مساجد مصر القديمة زي ما عدد كبير من السياح بيجوا زي ما انتم شايفين كده بيستمتعوا بيها وانت ممكن تكون مصري وعمرك مزورة الأماكن دي الأماكن دي زي ما بقول لكم هي ساحرة في كل أوقات السنة ولكنها بتزداد سحر في شهر رمضان زي ما بقول لكم تحلوا استمتعوا بجمال بلدكو صلوا واستمتعوا بعد الصلاة من انتم تتمشوا في شارع المعز وممكن بقى تيجي كمان قبل الفطار وتفتر في شارع المعز وتصلي وبعدين بعد كده تتمشى في شارع المعز وتقعد لغاية الصحور وتتصحر بالفعل في شارع المعز اللي دين الله الفاطيم وممكن تزور سائخان الخليلي برضو وحايل حسين لأنه قريب جدا من المنطقة اللي احنا فيها ويمكن عايز أقول لكم ان احنا نعتبر في قلب القاهرة القديمة هل انتقل كده من مزبت الحاكم بأمر الله لمنطقة جميلة بتستقبل شهر الرمضان المعز روحنا كده على شارع احمد مير او تحت الرابع الشارع المتفرع من شارع بورس عيد ومدان باب الخالق وعلى نص يتضرب سعادة هتلاقوا حرز العطار واللي بيسموه شيخ العطارين والعشابين والشعار بتاعه واصل الاعتارة في مصر العطار يعني منتجات كتيرة في رمضان اشهرهم الكركدي والرقصوس والطمر هندي وحاجات تانية كتير وزاي ما زورنا منطقة تحت الرابع بالنهار احنا بنزورها دلوقتي بالليل يعني عايز أقول لكم ان سحر القاهرة وسحر المناطق دي بالليل لا يقاوم عدد كبير جدا من الناس يعني بيحبوا بيكذبهم ليل القاهرة بشكل كبير والمناطق الشعبية اللي جوه المناطق التاريخية في القاهرة شيء جميل جدا زي ما انتوا شايفين منطقة تحت الرابع مليانة بالفوانيس ومليانة بالانوار واهل مصر الطيبين اللي بيستمتعوا بشرة مستلزمات رمضان وهدايا وتذكرات رمضان حاجات اللي تعودوا انه هم يشتروها كل سنة واللي بتميز رمضان وخاصة في مصر زي ما انتوا شايفين زينة وفوانيس على كل شكل ولون شوارع مصر بتتزين بكل اللي انتوا شايفينه كمان بيوت المصريين بتتجمل بالزينة والانوار والفوانيس عايز اقول لكم شهر مبارك ان شاء الله على كل العالم العربي والعالم الاسلامي ومصر والعالم كله عايز اقول لكم يعني بصراحة في كل زيارتنا بتحسوا قدقيبة بقى سعيد في المناطق الشعبية قدقي المناطق الشعبية جميلة قدقي المناطق الشعبية رائعة قدقي وانت بتزورها وبتتمشى فيها هتحس انك بتتنقل لعالم تاني كده ببعض التطوير والصيانة هتكون المناطق دي مناطق سياحية على احلى مستوى لسه بنكمل طريقنا في شارع تحت الربع وعايز اقول لكم ان الشارع ده نهايته في الجزء اللي انا رايح عليه كده هيكون ميدان باب الخلق وشارع بورسعيد والجزء اللي ناحية التانية بيوصلنا لشارع سكة المحجر اللي بيوصلنا لمدان القلعة لسه مكملين طريقنا وبنتفرج على الناس اللي بيستمتعوا بالفرج على منتجات رمضان وفوانيس وزينة رمضان واستمتعوا بالشارع وفي عدد كبير كمان من المحلات اللي بتبيع منتجات تانية ممكن تستخدمها في رمضان او في اوقات تانية طبعا الاقمشة كمان اللي بتميز شهر رمضان والبوفات اللي بقت منتشرة بشكل كبير عايز اقول لكم تعالوا وزوروا الجمالية والقلعة والسيدة والحسين والمعزة في رمضان استمتعوا الجمال بلدكو خرجوا ولادكو وعرفوهم على تاريخ بلدهم وروهم اماكنين كما شوفهاش قبل كده التاريخ مش هيرصخ في ازهنهم الا لو عاشوا جواه واحنا هنا في تحت الربع وفي مناطق مصر التاريخية بنكون جوا التاريخ بالفعل اتمنى ان رحلتي النهاردة تكون عجبتكم لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتو طيبين